في الأثناء بينا مديراء الزراعة والآثار في قضاء سمراء سلامة إجراءات توزيع الأراضي للمواطنين فيما دعى المواطنون الجهات الأمنية إلى ضرورة حسم منف الموافقات المباشرة ببناء دور سكنية لهم تمت مخاطبتنا في الأون الأخيرة بعدة كتب رسمية من قبل الإدارة المحلية في قضاء سمراء تمثلة بالمجلس المحلي وقائمة قامية القضاء سمراء بخصوص الأراضي الخاصة بالمواطنين المحيط ضمن الحدود البلدية لقضاء سمراء بعد الرجوع إلى السجلات والتأكد من عائدية الأراضي تبينت سلامة موقفها إداريا وعطينا كتب عدم ممانعة كدواء الزراعة والدواء المختصة في القضاء تم عقد عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية متمثلة بقيادة عمليات سمراء وقيادة عمليات سراء السلام فوجئنا في الأون الأخيرة بوجود اعتراض من قبل قيادة عمليات سراء السلام باستلام أصحاب الملكيات الخاصة لأراضيهم بدون ذكر المسببات نتأمل في الأيام القادمة القليلة توضيح الأسباب لعدم تسليم هذه الأراضي إلى مالكيها علما أن الأراضي نكرر أن الأراضي هي سليمة من كافة الجوانب الإدارية المهندس ناطق صالح رشيد مدير زراعة سمراء تم توجيه عدد من الكتب الرسمية إلى مفتشية آثار وثلاث صلاح الدين بخصوص بيان رأينا حول الأراضي الزراعية في مدينة سمراء بعض الأراضي الزراعية وتم إجراء الكشفات الموقعية على تلك الأراضي وترينها خالية من أي معالم أثرية وتم أعطائنا بعدم مماركة المجتمع الزراعية تم تحققت عدة لقاءات مع قيادة عمليات سمراء وقيادة عمليات سراء السلام في سمراء بخصوص منع المواطنين والمزارعين من الدخول إلى أراضيهم وتلقينا إشارات إيجابية بصراحة من قوات سراء السلام من الأمر سيتم تحقيقه بسرعة العاجلة لكن إلى اليوم لن نرى تحقيق أي إجراء على الأرض لذلك خلال شكوى المواطنين إلينا نتوجه إلى قيادة عمليات سراء السلام وننشدهم بسماح للمواطنين لزراعة أراضيهم لسلامة موقفات الإداري والفني فيها دكتور عمر عبد الرزاق محمول مدير الأطاق صلاح الدين نحن وأصحاب الأراضي الزراعية في مدينة السامرة نحن بالحقيقة لدينا مشكلة بموضوع الاستلام والتسليم نحن سجلنا الأراضي الزراعية تقريبا قبل سنة لكن المشكلة أنه لحد الأن ما استلمنا هذه الأراضي نحن نطالب القوات الأمنية وجهات الإدارية بمدينة السامرة بتوضيح السبب بسبب التأخير وبالنسبة لأننا نحن اشترينا وسجلنا بالطاب والطاب هو على جهة إدارية أمينة بمدينة السامرة فلذلك نطالب القوات الأمنية بمدينة السامرة والإدارية بتوضيح الإشكال فقط طبعا إحنا أهالي السامرة تقريبا تسعين وثمانين بالمئة عدنا أراضي مشتريها ومشتريها نحن نجلنا كقطعة سكنية اللي هي مقابلة الجبيرية يعني هي دوان مزراعية وأصولية إن شاء الله قانونية نحن طبعا مشتريها وبسامينة ولحد الآن مدى نعرف أي جهة اللي مسؤولة مدى تقبل ثنطينها إحنا ناشدنا أكثر من مرة ومرتين وثلاثة وآرشرة وعشرين أنه ناشد جميع الجهات الأمنية اللي مسؤولة اللي موجودة بسامرة بالإضافة للمقام اللي هو المسؤولة الإدارة عليها إنه دانطالبا نريد نعرف شن سببهم ليش مدى يقبلون وإحنا رحنا على الزراعة طبعا نريحنا على الطافو وكلتها شغلاتها قانونية والأضابير كلتها موجودة فدانريد نعرف شن اللي يديرون من عدنا يعني فأريد حال ودان ناشد يومية أو يومية جاينة جهة جديدة أي ما يخالف وإن شاء الله حتى العمليات اللي هي باعتبر اللي مسؤولة عن الأمن إنه هي داي يقولون إحنا من يمنا كملناها